اشتركوا في القناة اللي نزل قبل بداية عرض السلسلة واللي صار عليها اشكالية طبعا للاش في ناس حاملين سلاح لاش مش ناس حاملين سلاح تحديدا بموضوع امين عام حزب الله السيد ناصر الله والبرود اللي كان حاملها وبعدان اتعممت القصة على الكل يعني الحمد لله على تويتر كل واحد شايف زعيمه بالصورة ابعت معه ليش زعيمه محطوط بالصورة حتى مش بس على ناصر الله وبري يعني ولكن قبل ما ابلش بها النقطة خلي واحد يعمل لك كلمتان سريعتين على الاول شي انه هيدا رح يعرض مفروض بعد حواله اسبوعين على يوتيوب هون ببلش منظر ما يكون فيه اشتراك ولا ايشي لها اللي بحب يطلع عليه ويشوفه ما ادري يشوفه على الهوى مباشرة كانوا عم يبلشوا فيه نشرة الاخبار بالالبسي الاسبوع الماضي اما اللي ما شوفه على ويب سايت الالبسي تانيا معلومة بس لازم حطها للامانة طبعا هيك توحد يكون فيه شفافية مطلقة انا اشتغلت مش مع الالبسي ببرنامج كفريلانسر ببرنامج البالكوستانيان عشرين ثلاثين من شتوية العام مش هيدا طبعا الماضي لصيفية العام الماضي ايضا يعني الفان وعشرين واحدة وعشرين من شتوية العشرين لصيفية الواحدة وعشرين وتوقفت عن العمل بالبرنامج بالصيفية بطل فيه كمية من الوقت كافية لتابع هيدا النوع من الشغل وكان فيه تيم بقدر يستلم بدل ما يكون عم بيشتغل لحالي فهيدي الصيغة كانت الفضلة لالبير كوستانيان وللبرنامج ولقالي كمان بس بهديك الفترة كان مطلوب مني حضر تقارير حيث ما يجب للبرنامج على اساس ولكن ما كنا عم نشوف محل اما وقت لتقارير للبرنامج بعدين بنحكى معي من التلفزيون انه اذا فيه امكانية هنه عم يععملوا شي متسيمبليفايد بيشرحوا فيه capital control بيشرحوا فيه قضايا اخرى عن التضخم وشو معناته بيسهلوا فيه بعض المفاهيم انا كان رأيي انه صارت منحكى بهالمواضيع الكفاية معايت في الزوم واحد يرجع يعيد نفس الحديث واقتراحت انه ينعمل ليش وصلنا لهون فعساس كتبت اربع تقارير من وقته يعني من شي سنة مكتوبين موجودين وعساس يرجع ينعمل له منتاج وينزلوا وصار فيه كتير من التأخيرات نتيجة بعدين انا توقفي وبعدين من بعد ما توقفت مع ال ال بي سي مع البرنامج بينحكى معي من التليفزيون انه طالعين انه عجبهم المضمون الموجود اذا فيه واحد يكمل الرواية لانا بس كنت منقى مفاصل يعني طائف وبداية والانقلاب عليه السبعة وتسعين والهندسات المالية والانهيار اربعة فرجعت هلأ من شي شهر ونص كتبت ثلاث اجزاء تربطتم ببعض بصورة رواية من النقطة الف للنقطة زاد طبعا ضمن الاختصار قد ما واحد بيقدر يحيط باسباب وظروف للازمة وانعمل على شكل سلسلي بتبلش فيه نشط الاخبار لقاء هيدا العمل بما انه انا كان مفروض يكون شوي جزء من شغلي باول فترة بس بعدين جعت اشتغلت شي زيادة عليه انا لم اتقاضى عليه ولا دولار ولا قرش يعني غير اللي كنت قبضن بشغلي للبرنامج بالست شهر اللي اشتغلت فيه ببرنامج عشرين ثلاثين ولكن على هيدا الشغل تحديدا ولا شي الاتفاق كان مع الالبسي انه من بعض ما ينعرض على الهوى برجع بنزله على يوتيوب فقط لا غير هيدا للشفافية المطلقة وطبعا بالالبسي عم بيسمعوا هيدا الفيديو فيه يكذبوني وفي حيال لاحظة معني بالموضوع يكذبني اذا فيه اي شي غلط واجزهم ما فيه شي غلط طيب هيدا اولا تانيا البوستر نفسه انا بقدر اقول بكل امانة انه ايه انا شخصيا ما بحب النسق التشويقي اما sensational بشغل السياسي لانه فيه حساسيات كتير بالبلد ولو واحد ما فيه مضمون عم بيقدر يحكيه بفهم يعود منه ببعض التشويق كان يسمى بدعاية نص الالف خمسمية لزيادة رحباني انه منعا للتشويق الرخيص ايه انا فيه شي من التشويق ما بحبه هيدا البوستر اشتغل من ال ال بي سي بتصور كانت الفكرة انه ينعمل هيك طابعة درامي للشخصيات شوي شي من الحرب وشي من برات الحرب ايه لم تقل موفقة باختيار الخلطة هلا سامير جاعج عصورته وهو وليه جملات من الحرب مع نبيه بري ولكن واحد حامل السلاح واحد مش حامل السلاح اما المشكلة الاكبر كانت بالنسبة لقاله ايه السلاح اللي حاملوا نصر الله تحديدا هالسلاح اللي حامله يعني لو حطين له صورة تانية حامل فيها سلاح ما فيه مشكل اوكي بفهم الانتقادات تصير بعدين لاش فيه طايفة حامل السلاح والطايفة مش حامل السلاح للي بيتابعني وللي بيعرف منطق اللي انا بحكي فيه السلاح في لبنان كل اطراف حاملته بدرجات متفاوطة طبعا حظب الله من دون منازع الطرف الاكبر اللي حامل السلاح ولكن بكل الاحداث اللبنانية اللي شفنها من 2005 الى اليوم كل الاطراف حامل السلاح بدرجات متفاوطة فيه ناس شبه معزولي من اي حامل السلاح بيقدروا يعانوا شوية شغب وفيه ناس قد يسكروا مناطقهم فيه ناس قد يسكروا اكتر مناطقهم فالقصة لا تنحصر بقصة طايفة ولكن السلاح اللي حامل ناصر الله هو سلاح غنيمة اسرائيلية اللي غير معنى هو بغير نوع من الصراع وهيدا انتقاد انا كتير بتقبلوا وما فيه الا موافق على منطلقاته لانه ما بينوضع بالتوازي بالسلاح اللي كان عم يتقاتلوا فيه الناس داخليا وسلاح اللي عم يتقاتل فيه تجاه العدو ولكن حمل السلاح يعني ريالات معممة على الاغلبية كل واحد بتصور اغلبهم على القديم مشكلنوا لا في منهم اصغر بالعمر وفي منهم اقشوا بعض الحرب وفي منهم نشروطهم مش سلاح ولكن الاغلبية بشكل عام بأشكال مختلفة وشرعيات مختلفة مش هون الاشكالية اشكاليا ان انا كنت فضل صورة تكون اااقل تشويقا مع انو يمكن بتأثر على نسب المشاهد ما بعرف بس واحد بيتكل بعدين اهتمام الناس بمضمون الشغل كان لازم يمكن تابع البوستر يمكن كان لازم للأسف كمية الاشغال اللي عم جرب انا لحقه ما عم بتخليني تابع كل تفصيل بتفصيله اكيد اشرفت على كل الشغل بمضمونه التقارير السبعة من النص للصور المستخدمة للمونتاج لكل شي ولكن البوسترات كلهم فيش سبعة اثمين بوسترات نزلوهم الاعلان عن هذا الموضوع كلها انا ما كنت امتبعها ولكن الاشكالية ايك صارت بعدين تزيد انه الانتقادات صارتك قبل هذا كله على البوستر صار يجي انه ايه عم تشتغل شي عن الحرب الاهلية وكيف بتفوت باستثناء الانتقاد على شكل الصورة ومعانية وتفسيراتها اللي بفهمه عراسي وعيني يبلش واحد يقدر شو فيه مضمون الشغل اللي بده ينزل وانتقت سلفا عليه اوكي خلاص هيدا المنطق اللي هو هيك شيء منه بصير قبلي ما قاله الا انه واحد بده يدافع عن معلمه اوكي يعني انه صارت رفيق الحرير ليش محطوط بالصورة يا خي عم نحكي عن كل فترة ما بعد الحرب والانهيار المالي اساسات دعائم هيدا المشروع من عند رفيق الحريري شو بنعمل بعدين صار فيه ليش سعد الحريري مكفى بنفس القصة بعدين صار فيه ليش فيه ميشيل عون وجبران بسيل من سنة الالفان وخمسة وبالجاي عودة المسيحيين الى السلطة كانت بقبولهم بالاشتراك بالنظام القائم كما هو وهيدا اللي حوالت ظهره بالتقارير انه النمط المالي لعمل هيدا الجمهورية استمر كما هو من خلال تثبيت سعر الصرف والاتكال على الاستيراد والاتكال على الاستهلاك بالدان واستمرار بعملية التحاصص والتوظيف القانوني وغير القانوني عبر الدان هيدا الشيء استمر من الفان وخمسة عشر لا سبعة لا اكتر من سبعة عشر تشرين وحا بديو يحكي لحد يتحكي لحدي قدرت الدولة عن التمويل لأي توظيف اضافي والاستمر كنا نقول لحكومة حسان دياب هيدا استمر معهو كلهم اضافة الى اشتراكهم بنسب متفاوض تقافي واحد فوات خمسين واحد بادارة معينة بقبيل واحد فوات مية الفكرة انه الكل تحاصص بهذه الدولة كما كان النسق من التسعين للألفين وخمسة هيدا كله اشترك فيه يعني واحد بحب انه سامير جعجع ينقل عنه اشترك ولما بحب هذا موضوع بيرجع له اما انه يكون بالوقائع هو اشترك وهيدا حطينا كريدية عم بيحكي عن اجار وتحديد عم برجاينا قصة تفاهم معراب وشو ما زكور فيه بين التيلوات هر والقوات حركة امل بينزعجوا انه بيهبر محطوط بالصورة شو بدي اعمل لهم احنا بيهبر محاطة حالو بالصورة السياسية باللبنان من 30 سنة من الاشتراك بالانقلاب على الطائف بداية والترويكة اللي حكمت البلد باول 5-6 سنين من فترة مجيء رفيق الحريري على البلد كرئيس حكومي لحدية اشتراكه بكل ما تلا من صندوق الجنوب للتوظيفات للتلزيمات لكل حكومات يعني كم تمديد فيه لرياض السلام من 92 اليوم ماشي الحال الكل كان يعد عطاوت مجلس وزراء والكل كان يمشارك بها السياسات وليت جملات شرحوا مين بدكم بعد؟ فيه مدري مين حكي انه ليش امين جميل بس بالصورة ذكرناه لامين جميل مطرحين ثلاثة بقلب التقارير اللي بيشوف مضمونة بس ايه البيت الجميل يعني بعد انه ما صار عندهم مراجعة بعد فينا نسميهم بات فيه واحد يقرر يغير مصاره بس بعد ما سمعنا حدا منهم عم بيراجع فترة حكم امين جميل وفترة التمانينات اللي صابه اول انهيار بسعر صرف الليرة بشكل كبير بعد سفقة السلاحة اللي صارت لطيارة كل مدخرات كل احتياطات المصري في المركزي بالدولار بوقتها تنجيب الطيارات اللي شفنا انه ما طلع من امر شيء بقضية الدفاع عن البلد ولكن ان ذكر بس ايه اوكي ما نحط بالصورة لانه ادوارهم اقل اوكي ما حكيت كمان عن الفرنجية وعن المر وعن غيرهم ومش موجودين بالصورة الصورة بتسعي كتير عالم فبتصور حكينا مما يكفي عن موضوع الصورة بمضمون هايدي التقارير السبع عام نحكي كنك عن اتفاق الطائف وظروف السي سي اللي سمحت بنجاحه على عكس الاتفاقيات التي سبقته اللي كان كتير مشابهة لقلو من حيث المضمون ولكن الظروف الاقليمية والدولية ما سمحت بنجاحهم رجعنا حكينا عن موضوع الانقلاب على الطائف هون جاني كم سؤال حبيب جاوب عليهم بقصة انه تب ليش اذا سنة التسعين تسعة وثمانين وقتها ان عمل الطائف باتفاق امريكي سعودي سوري اوكا للسوري بالملف اللبناني ليش بعد سنة ونص بدون يتمكنوا اطراف محلية بالنجاح بالانقلاب علي اذا ما في ظروف خارجية عم بتساعد بهذا الامر الموضوع لا الموضوع هو انه ظروف الخارجية هي اللي ساعد بالامر حوالي تشير لي الا ما بعفزا الربط كان واضح بينما توقع الطائف بتشرين التسعة وثمانين وانتهاء الحرب فعليا بنهايات سنة التسعين حتى بعد تلتعاش تشرين واشتياح بعبدها كان بعد في نهاية الحرب بين حركة امل وحزب الله انتهيت بعد حوالي شهر من تلتعاش تشرين بهيدي الفترة السنة اللي انتهى فيها الاقتتال فعليا تغير الوضع اقليميا ودوليا شو اللي صار بهيدي الفترة كان متوقع ولكن صار بسرعة وصار التطورات كبيرة اولا انهيار جدار برلين بقاب 1990 اشتياح العراق لا انهيار جدار برلين عفوا بعد بشهر من بتشرين التاني 1989 ورجع اشتياح العراق بقاب التسعين بهيدا العملية وبعدين رجع انهار الاتحاد السوفيتي رسميا بال91 ولكن فعليا كنا فتنا من وقت انهيار جدار برلين اوروبا الشرقية انفتحت على واقع تاني وصار معروف انه الحرب الباردة كصراع بين امريكا والاتحاد السوفيتي رح نعمى محل تاني وصرنا بنظام دولة احادي القطب بادارة امريكية واضحة هون انا بستشهد بالرئيس حسين الحسين اللي هو خبرنا الي هذه الخبرية ورح ارويها انطلاقا من هالمعطيات اللي صارت بها الفترة كان معتبر باتفاق الطائف انه التسوية السياسية هي وان هي انه الاسرائيلي بينسحب على حدود نذكر كان في احتلال لجنوب وفي شريط حدودة مفروض يروح على الجنوب يليه انسحاب سوريا على سوريا واقرار انه السلم ما تتحقق بهذا البلد هو رح يكون مدخل لمباحثات السلام في المنطقة فمشين هيك الطائف بيذكر بالوسائق طبع وثيقة الوفاق الوطني انسحاب سوريا بسنة 92 لبقاعه من بعدها لسوريا على اساس في مهة زمنية محطوطة لأيمتها اسرائيل بتنسحب وبناء على الانسحاب الاسرائيلي بتنسحب سوريا وبيصير لبنان بحالة مستقلة وبيكون بالفترة هايدي بادارة سورية لادارة فترة الانتقالية ما هو الطائف كله دستور انتقالي عم بيجي يقول انه هيدا دستور بيخلق مجلس في مناصفة بين المسيحيين والمسلمين وكذا لتعيين هيئة لالغاء الطائفية السياسية بتقدم بعد اول انتخابات على اساس طائفة كل المشاريع القوانين اللي يتحول اللي يصير في الغاء للطائفية ونروح على نظام اخر هيدا هو كان الطائف كان مفروض يكون نظام انتقالي بتحديدا شرعية السلطة ووضعية الطوايف فيها اللي صار ونستشهد بالرئيس حسين الحسيني يطول بعمره بيروحه بيصير فيه بسنة التسعين بحوالة الصيفية بيصير حمكن صارت اشتياح العراق فيه تأخير بتطبيق المندرجات الانسحاب من الجهة الجنوبية تنسحي باسرائيل فكان فيه لهم زيارة على امريكا لأمم متحدة وكان فيه اجتماع لمجلس الامن وبيلتقوا بالمندوب البريطاني بمجلس الامن وبيسألوه وعم يحتجوا على تأخير انسحاب اسرائيل على تأخر انسحاب اسرائيل للحدود وطالبوا مجلس الامن من موقف فكان الجواب انه انتو بتعرفوا انه هذا الامر صار باتفاق رعايته امريكية عندكم فانتو اليوم رح تشوفوا الرئيس الامريكي جورج بوش تحدثوا معه بعض الموضوع احنا اذا بيجيني موافقة امريكية على اي قرار من مجلس الامن نحنا بنصوت معه معنا مشكل ولكن حديثكم مش معنا معهم برجع بيصير في لقاء مع الرئيس الامريكي جورج بوش الاب بوقتها وبحطوهم بجو الادارة الامريكية بتحطوهم بجو انه هلأ بدنا نتريس شوي بالانسحاب الاسرائيلي من الجنوب لانه تغيرت الاولويات بعد اشتياح العراق وخلينا اذا منطر من اخر الانسحاب لانه بدنا تروح المنطقة كلها على سلام مش بس لبنان ما بدنا اسرائيل تنسحب من محل وما تنسحب من محل تاني وهي دا كان بداية التحضير لمؤتمر مدريد كان في امتعاض من الوافد اللبناني على قصة انه انتو عم تفتحوا انسحاب اسرائيل من بلد محتلته لحل اقليمي ما رح يجي كان في اصرار انه مبلب يجي وانك بعدان فات مسار تأخر انسحاب اسرائيل ربطا بمؤتمر مدريد اللي فشل للسلام لحضرته القيادة السورية والقيادة اللبنانية بحضور اسرائيلي وحطينا الصور يعني كان من عنا نحنا وزير الخاجية فارس بواز وكان في اسحاق شميل رئيس وزراء اسرائيل موجود بالاجتماع ومن الجهة السورية ايضا وافزة هون حضر حافظ الاسد ولا بعدان فكان الوضع مفتوح على مفاوضات سلام بدت تصير بالمنطقة وهذا الشي اللي بحجته وقف التعهد بانسحاب اسرائيل وساعتها بحجة عدم انسحاب اسرائيل وقف المسار اللي مفروض يؤدي لانسحاب سوريا وهون صار هذا باتفاق دوليا مش انه هون فلتت يد سوريا بلبنان اكتر ولكن بما انه صار فيه فترة طويلة للوجود السوري بلبنان فاتت الادارة المحلية للقيادات السورية بالواقع اللبناني وهون استفاد الفريق اللي هو مش قصة انه مرحلة انتقالية وانسحاب بانسحاب وتحويل بشكل النظام لروحها محال تاني لا تكريس انا برأيه الشخصي الاتفاق السلاسي كهو اللي انها الحرب شو بدكم بالطائف انه مرحلة انتقالية من روحها دولي لا اتفاق ثلاث ميليشيات الاساسية بالحرب اللي على فكرة كمان كان حاضر الاجتماع هذا الاتفاق السلاسي بسوريا بالخمسة واثمانين كان حاضره ميشيل المر وكان حاضره رفيق الحريرة لانه كانت بوقتها الشي اللي بده يخلي لزق التركيب الميليشيوية على بعضها واقع مالي بده يؤدي لتمويل هو تلاتة من هون كان مدخل رفيق الحريرة على اللاب السيسي بلبنان لادارة الواقع المالي بلبنان مشان هيك وقتها صار الانقلاب على الطائف بالانتخابات مبكرة بـ 92 دخول رفيق الحريرة اجا مباشرة يفوت على قصة تركيب الواقع المالي للجمهورية اللبنانية بعد الحرب وهو اللي قال اشترينا السلم الاهلي بالدين يعني مولنا الميليشيات اللي يعني زعم الميليشيات تي يخليهم يقبلوا يشاركوا بها السلطة ويسكروا تمون مولنا السلم الاهلي بالدين ترضينا نتدين ونوزع عليهم لا يقبلوا يفوتوا بها التركيبة والوقاع اللي بيرويه القيادات السياسية والامنية اللي كانت مرافقة فترة الـ 89-92-93 بتخبر كل الاشكاليات اللي كانت عم تصير بقابول زعم الميليشيات بجمهورية الطائف السلام السلم الاهلي بشروط مننا انه كل موظفيننا كل العسكر اللي عنا يوم ميليشياتنا بتكون تفوتونا على اجهزة الدولة بالرتب اللي نحن عاطينهم إياها بالميليشيا عنا واحد ضابط بها الفئة بتفوتوه بنفس المعاشعة الدولة ومنها بالحصص اللي بدأ تصير وزارة بالوزارات ولكن ايضا بالتلزيمات وكل واحد بمنطقته ما حدا بتعاطى مع التاني فيها وفكرة وزارة مهجارين وصندوق جنوب وغيرها هي ككل واحد يصير في عنده مصدر مادة لإدارة منطقته وهيدا الشي كان فيه تمنع كتير كبير لتسليم أسلحتهم بانتظار ضمانات تخدونا على المحل اللي معه يسروا في خمسة دولار فيه فوت على ويب سايت الأل بي سي أنا شفتهم بالأرشيف تبعهم مقابلات لهن مسميينهم أول مرة لا وليد جملاط ونبيه بردي سنة التسعين بيحكوا فيها تسعين وواحدة وتسعين فيه ثلاث مقابلات بيحكوا فيها أنه هني عم بيراجعوا الطائف ومش قبلنين فيه هكي يتطبق وبننشوف شو بنيعملوا بجماعاتهم وبتفوت على الدولة وبيعارضوا حكومة عمر كرامة إنه هيدا الدقة القديمة اللي بدا صار الوقت نخلص منه بزعماء جدا لأنه هولي هني سبب انهيار لبنان صار لازم نروح لمرحلة أصلح وتقدم ومدرشوا بقى هادي على المرحلة الأولى والباقي بتصور straight to the point يعني هكي واضح ما صاره عم نحكي عن أول انهيار مالي صاب هاي جمهورية التوزيع لأن ما في جمهورية بالعالم تحمل توزيع لثلاث أربع ميليشيات كبار بلوس زعمة محلين عشكيلتهم بدون يوظفوا ويعملوا خدمات لجماعاتهم كلهم من حساب الدولة فنط الدين ضرب 11-12 مرة بزرف أربع سنين خلصوا الدولارات بالـ 97 قامت لأيامة بدأت الاستدانة بالدولار للتغطية على الموضوع بدل معالجة إشكالية الدان كسبب ليش وصلنا لهون لأنه كان في مشروع مراهنة على لبنان يتحول الهب المالي للمنطقة بشكل بيشبه شو صارت عليه دبي بس شرطه أنه يصير في سلام مع إسرائيل وهذا كان المسار اللي شغال حكينا بمؤتمر مدريد فيها نحكي عن أوسلو والجو والأقليم كله اللي كان يروح أنه أكيد في سلام بهذه الفترة لحدية اختيال إسحاق رابين مجد شيمون بيرازو حرب عن نقيد الغضب بيجعب يجي نتنياهو بيصير الواقع بعد أسوأ على حدود غير أنه في كتير من هذه الفترة عايشوه كان أساسا مشاككين بكل مسار السلام أنه بيصير بهذه الطريقة وبهذه البساطة ولكن كان في رهانة هيدا الشي مش نكسر في إسراف في بناء بنا تحتية كتير مركزية بقلب بيروت ع حساب بقية البلد لأنه كان أهم شيء أنه نقدر نأمن مطار قريب على وسط يكون مزدهرة وقت يصير هيدا الهب المالي منطلق من وسط العاصمة فرط المشروع كله صار في عنا عاصمة تم الاستلاء عليها فعليا عبر شركة سوليدار اللي يعني استملكت ممتلكات الناس مش لمصلحة عامة لمصلحة خاصة وطلعت أرباح هائلة من دون ما يصمر هالمشروع الهب المالي التجاري الإقليمي اللي كان بالدنيا صار في وسط عاصمة مرفه كتير ومكلف كتير ولكن فاضي من السكان ودولة مليانة المديونية عليها وصلت لحوالها 18-19 مليار دولار دين اللي هو تقريبا مرتين قد حجم الاقتصاد بهذه الفترة معالجتها كانت بدل ما نرجع نخفف نوجه الاقتصاد لمحل نوزع خسائر أولية كانت كتير صغيرة كانت ما عطعت بشوك كتير كبير بدأت الاستدانة بالدولار وصار بما أنه هذا الشيء كتير تقلياته كانت بطيئة لأنه نص المصارف رفضوا لأنه كانوا عارفين وأنه بيخدهم على إفلاس رجع أجه أول انهيار 2001-2002 طوعوا كل المصارف وفاتوا بإقراض الدولة مع باريس 2 اللي جابنا كم مليار دولار على البلد ومن هونيكو بالرايح صار إما دعم الخارجي يمد طول من عمر النظام بيقات في المشكلة لقدان بس عم نكبر له حجمه بين مرة ومرة تعوصل على حجم سير في 90 مليار دولار دين ومصارف لبناني مراكم عليه خسار بشي 60 مليار دولار ما معه ولا دولار منهم ومصارف 104 مليار دولار ما معه ولا دولار منهم من خلال استدانة باستدانة 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 كلهم من حساب أكيد اللبنانيين مدعين وغير مدعين وصلنا على الانهيار وقتا أجل الانهيار شو الحل بعدين ما كانوا يستبقوا الانهيار بخطوات أجل الانهيار بلش وما حدا بده ياخد ولا أي أرار لمعالجة الأزمة لأنه الأرار بأنه السلطة هي عايشة على توزيع المنافع تيقدروا ياخدوا ولا الناس هلأ إن نروحها توزيع خسائر ما بتعملنا شيء إلا بتفجرنا أبنيتنا الحزبية لأنه بصير بدنا نقول له الأفلاء أنت بك تحمل الخسارة وأنت بك تحمل الخسارة وهيدي ما بيقدروا يعملوها بما أنه البنية توزيعية تبعا النظام شو أفضل شي نعملوه نوكلها لرياض سلامي هو يدير الواقع المالي بتحميل الناس الخسائر ومن ميلتنا نحن بالسلطة شو نعمل؟ بنقعد نعمل مسرحية قوانين إصلاحية بالمجلس هايدي هيئة مكافحة الفساد وإنون مكافحة الأموال هذا استعادة الأموال المنهوبة وكأنه عم نوهم الناس ونعم بصير في حملة إصلاحية أنه عم نعمل قوانين بتمنع السرقة والفساد كأنه بلبنان القوانين كانت تسمح السرقة والفساد مش بس بتمنع السرقة والفساد هايدي استعادة الأموال المنهوبة منصوصة عليها بالقانون اللبناني أي وزير مش بس زختلس إذا صرف بأكتر مما أجزدوا المجلس النيابي وكلهم عملوا هالشي يعني كلهم ينطبق عليهم مشبورين من مالهم الخاص يردوا ضعفي المبلغ الذي أنفقوه هذا مش بس استعادة أموال منهوبة وتغريمهم فوق نعمل كأنه هم منعرف فيهم شي نحن نقصنا كم قنونه منعمل هيدا للتجليطات تبع اللجان النيابية تبع الإدارة والعدل وهذه استالية القضاء التجليطة اللي ما في شي منه عكسه عم يعملوا والمال والموازنة والقوانين الإصلاحية وتجليط عم يعملوا بيروحوا بصيروا ليكروا موازنات ولا واحد منهم تحترم أرقامة بوقت قطعات الحساب تنعرف إذا وقتا عم يلتزموا بموازنة عم بيصرفوا قد ما عم يلتزموا ولا لا واقفة من سنة 93 قولوا واقفة بس الحسابات تنرجع نقلع فيهم منجزة من 4 سنين وما حدا بيعمل فيه شي ومنجلط عن الناس وبهالوقت إنهم كبت الكنترول ما منقر كل شي في قوانين بلا طعم ما بتتطبق أما في قيلة مثيل منها ما عم يتطبق أصلا بلبنان نقعد نعمل هالعرضات بالمجلس والأولين البديهية لنحمي ما تبقى من دولارات هون ما بنعمله فاختصار كتير لهذا التقارير اللي بدعيكم للي ما شايفها ترجعي شوفها إما على وابسة الألبسية حاليا أما بعد حوالي أسبوعين على هذه الصفحة وبنتر أسئلتكم تحت بركي واحد بيقدر يجاوب عليها إذا في بعض الأسئلة بخصوص هذه التقارير وشكرا موسيقى